في المطار ودع أحمد صديق عمره المسافر للخليج وأوصاه بإرسال عقد عمل له وعاهده بأنه سيهتم بأسرته طوال غيابه وبعد سفر الصديق ظل أحمد يسأل عن أسرة صديقه ويقضي حاجتهم ويطلب من الأسرة إخبار صديقه بما يقوم به من أجلهم وبعد مرور نصف عام غضب أحمد من صديقه وانقطع عن زيارة أسرته لأنه لم يرسل له عقد العمل فعاتبه والده وأخبره أن ما فعله من خير مع أسرة صديقه ضاع هباء منثورة لأنه لم يكن خالصا لوجه الله بل رياء من أجل مصلحة دنيوية وقال له فيما مضى لاحظ أحد الملوك جنديا من جنوده يقاتل بشراسة في المعركة وكانت شجاعته تلهب حماس الجنود فعجب الملك به وسأله عن سبب شجاعته فأجابه الجندي إني أترقب موتي بين يوم وآخر لأنني أعاني من ألم شديد وألامي تدفعني للقتال كي ألاقي الموت وأستريح فقام الملك بعرض الجندي على أحد أطبائه وبعد شهور قامت أكثر من معركة ولاحظ الملك اختفاء الجندي وعندما سأل عنه أخبروه بأنه شفي تماما من المرض وأصبح حريصا على صحته وعائلته ودائما يتهرب من المعارك فحزن الملك كثيرا وحزن أكثر عندما علم أن هذا الجندي مات على سريره من التخمة وكثرة الطعام فيا بني يجب أن يكون الخير نابع من داخلك لله وحده وليس لغرض إنزال يزول الخير أكمل ما بدأته مع أسرة صديقك واجعله لله الذي سيعطيك من فضله أكثر مما تتمنى وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة استغفر أحمد ربه وتاب إليه وبأقصى سرعة ذهب لأسرة صديقه ليلبي لهم كل احتياجاتهم ولكن في هذه المرة حبا في الله وليس لعقد العمل الذي ينتظره وبعد أشهر قليلة حصل على وظيفة قيمة بمبلغ كبير وفي نفس المحافظة التي يسكن بها فحمد الله كثيرا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر